اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الحقوق العينية الأصلية النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الحقوق العينية التبعية ودي ببساطة حقوق ممكن تكون للشخص علشان تضمن له استفاق حقه الأصلي يعني هي ليست حقوق مستقلة بذاتها هي حق لحفظ حق علشان كده اتسمت الحقوق العينية التبعية تعالوا النهاردة نتعرف شوية على الحقوق العينية التبعية ونعرف أنواعها الحقوق العينية التبعية زي ما قلنا هي حقوق مقررة لصالح الدائن لحمايته وتأمينه علشان نساعده انه ياخد حقه من المدين ومن اهم الحقوق العينية التبعية التالي الرهن الرسمي وده حق عيني تبعي بينشأ بمقتضى عقد رسمي على عخار ويكون للدائن بمقتضى ان يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في استفاق حقه من ثمن العقار في اي يد يكون تعالوا نفك التلاصم دي هو حق عيني تبعي لانه بيحمي حقه اصلي للدائن زي ما قلنا وبيتخلق هذا الحق ازاي؟ بيتخلق عن طريق عقد رسمي على العقار يعني عقد اتفاق ما بين الدائن والمدين وبمقتضى يستفي الدائن حقه من هذا العقار ان عجز المدين عن الوفاء والدائن هنا هياخد حقه او دينه المستحق من هذا العقار حتى لو كان العقار اتباع لشخص اخر وده معنى كلمة في اي يد تكون والحق العيني التاني بقى هو الرهن الحيازي وهو ايضا حق عيني تبعي ينشأ للدائن بمقتضى عقد على منقول او عقار ضمانا للوفاء بالدين ويخول الدائن حبس الشيء المرهون لحين استفاء الدين كما يخوله ميزتي التقدم والتتبع هنا بنلاحظ ان الرهن الحيازي بيكون على منقول او عقار وليس على العقار فقط والفرق كمان بين الرهن الحيازي والرهن الرسمي ان الرهن الحيازي بيجعل المنقول او العقار تحت يد الحابس اللي هو الدائن يعني الحاجة دي مع الدائن لحد ما المدين يدفع له الدين اللي عليه عكس الرهن الرسمي اللي بيظل الشيء المرهون فيه تحت يد المدين في ايضا حق الاختصاص وهو حق عيني تبعي ينشأ على العقار مملوك للمدين بمقتضع امر يصدره القاضي مستندا في امر التخصيص الى حكم واجب النفاث ومن التعريف بنلاحظ ان حق الاختصاص ده زيه زي الرهن الرسمي بالضبط بيعطي الدائن حق ان هو يستفي حقه من العقار محل الرهن الفرق الوحيد بين حق الاختصاص وبين الرهن الرسمي ان الرهن الرسمي نشأ بمقتضع عقد ما بين الدائن والمدين يعني اتفاق ما بينهم اما حق الاختصاص فبينشأ بمقتضع امر يصدره القاضي للدائن ان يكون له تلك الميزة اخر حاجة بقى معنا هو حق الامتياز وهو اولوية بيقررها القانون لحق معين مراعاطا لصفته ومعنى الكلام ده ان هناك حقوق معينة او ديون معينة رأى المشرع انها مهمة ولازم يتم استفاقها قبل غيرها من الديون علشان كده ادى صاحبها حق الامتياز وهنا بنلاحس حاجة ان لو كان مصدر الرهن الرسمي لاتفاق او العقد ومصدر الرهن الحيازي ايضا لاتفاق او العقد ومصدر حق الاختصاص الامر القضائي فمصدر حق الامتياز هو القانون يعني مش محتاجين في حق الامتياز ولا الحكم ولا الاتفاق في نص قانوني بيعطي الدائن حق الامتياز وأنه يتخدم على بقية الدائنين بشكل آلي لاستفاء حقه ومثال ده في القانون القطري المصروفات القضائية التي ينفقها أحد الدائنين في سبيل حظ أموال المدين وتوزيعها كذا المبالغ المستحقة للخزانة العامة والمبالغ المستحقة للخدم والعمال وأي أجير تاني وطبعا نفخة الأطفال أيضا ما تم توريده للمدين ومن يعولهم من مأكل وكساء وملبس يعني لو كان أحد الدائنين محل أو سوبر ماركت ورّت حاجات للمدين أو أسرته ده بيكون لي حق امتياز أنه يستوفي دينه في الأول اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر